موجز اخبار السياحة من جريدة وقناة تحواث براس سهلا بكم بداية حل رئيس البرلمان السنغالي عمادو مامديوب اليوم السابت رفقة الوفد المرافق له بالمطار الدولي هواري بومديان وجاءت هذه الزيارة في طار المشاركة في مؤتمر اتحاد مجالس الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الذي تحتضن الجزائر دورته الثابع عشر يومي تاسع والعشرين والثلاثين من جنفية الشهر الجارية وكان في استقبال الوفد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني غالي لنصاري ورئيس لجنة شؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج بمجلس الامة دادي عدون عمر رفقة نائب رئيس المجموعة البرلمانية لكتلة للحرار حسان زيزاري بحضور سفير جمهورية السنغال لدى الجزائر هذا وتمت الموافقة على تصنيف قصر فاطمة الكائن ببلدية العيون في ولاية طارف كموقع اثري وطني وجاء هدى بعد اجتماع اللجنة يقول الوطنية للممتلكات الثقافية يوم 17 جنفي والذي ترأسته مديرة حفظ التراطة الثقافي نبيل شرشالي بحضور اعضاء اللجنة من اطارات الوزارة والهيئات الوزارية الاخرى وبعض المؤسسات تحت الوصاية يتضمن اعداد ملف الموقع الاثريق قصر فاطمة وادراجه ضمن الملفات الخاصة للدراسة والى خبر اخرين تسببت لضطرابات الجوية الاخيرة التي شاهدتها مختلف ولايات الوطن في غلق العديد من المحاور والطرقات ووفقا لبيان خلية الاعلام التابعة لمصالح الدارك الوطني فقد تسببت التلوج بولاية تيزي وزو في غلق طريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقة فجدير روردا بلدية افرحونا وكذا الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة السول ببلدية ايدبو مهدي ونفس الحال يشهدون الطريق الوطني رقم 30 بمنطقة تيزي وزو نيكولان ببلدية ابودرارن وطريق الولائي رقم 11 على مستوى قرية تيجمونين ببلدية وصيف بالإضافة لكل من الطريق الولائي رقم 9 بفجي شلطة ببلدية ابنزيكي الطريق الولائي رقم 251 على مستوى فجي شرحة ببلدية ابنزيكي وحسب دات البيان تشهد ولاية البويرة تراكم التلوج في طريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي اقبالو بالبويرة وإفرحونان بتيزي وزو وتحديدا بمنطقة كولتيروردا ببلدية اقبالو بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي قول البويرة ووصيف بتيزي وزو إلى هنا مشاهدنا الكرام نصل إلى ختم موجز الأخبار من جريدة وقناة تحوى سبراس دمتم في رعاية الله وحفظه